توج الجواد أبو نجلة لاستبل مناحي لمطيري بكأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لسباق الخيول لفروسية الفروانية للموسم 2020-2021 ضمن مهرجان سموه الذي أقيم على مدمار نادي فروسية الفروانية وجاء السباق الذي شهد حضور ممثل راعي المهرجان محافظة الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح قويا إذ استطاع الجواد الفائز بقيادة الفارس ناصر المطيري قطع مسافة السباق المخدرة بألف وستمائة متر الذي خصص للجياد الجروب واحد بفترة زمنية دقيقة واحدة وأربعين ثانية وثلاثة وخمسين جزء من الثانية وبهذه المناسبة أعرب رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحان عن بالغ شكره وتقديره لمقام سمو ولي العهد حفظه الله على رعايته للمهرجان والذي يجسد دعمه لرياضة الفروسية التراثية مقدما شكره أيضا للشيخ مشعل الجابر الصباح على حضوره وتتويجه الفائزين ممثلا عن سموه وقال الديحان في تصريحا لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب ختام المهرجان إن شوط كأس سمو ولي العهد ضمن المهرجان شهد تنافسا قويا بين عشرين من أفضل الجياد المنتمية للنادي بدليل تحقيق الجواد البطر رقما قياسيا على مستوى النادي لمسافة السباق وهناء الفرسان ومالك الخيل الفائزين في هذا السباق اشتركوا في القناة